سلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبيبي اقباركو ايه يا ربي دايما بخير وسحة وسعادة النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض بورتوفيه بغرزة سهلة وجميلة وكمان الخيط اللي هنشتغل به خيط مميز الخيط بيجي على شكل شلة كده انا بشوف ان هو ايطان رفيع في ناس بسميه مكرمية آآ سلسلة وفي ناس انا لما بروح اشتريه من المحل اللي انا بجيب منه التاجر او اللي انا بشتري منه آآ بيقول عليه مكرمية فرنساوية هو مش مكرمية فرنساوية خلص بس هو بيقول عليه كده آآ انا شايفاه ايطان رفيع طبعا نحطه لكو لينك الجروب اللي انا بجيب منه الخيط هتلاقوه في وكمان هتلاقوه في اول تعليق عشان توصلوله بسهولة طبعا هو الخيط كمان متوفر آآ في كل محلات بيع الخيوط تقريبا لانه هو منتشل ايمدي جدا تمام هو بيجي على شكل شلة بالشكل ده وانا بفك الشلات دي وبعملها بالشكل ده بكورها كده بوريكو شكل الخيط كمان من قريب زي ما انتو شايفين الوانه جميلة ومميزة في منه كل الالوان تقريبا انا شايفة منه كل الالوان اهو بوريكو شلة فتحة شوية في لمعة بسيطة وجميلة كده هنبتدي على طول انا معايا اللونين دول ومعايا كمان ابرمقاس خمسة هبدأ باللون ده الاول واللون التاني هندخله بعد بنشتغل باللون ده شوي اول حاجة هنعملها هنعمل عقدة البداية تمام ديقها على المقسة انا بشتغل البرتوفيه ده من غير عدد اه معين انا بعمل عدد السلاسل المناسب للطول اللي انا عايزاه تيسي بقى على مزورة او مصطرة وتشوفي الطول اللي انت عايزاه بالسانتي كامل الغرزة دي انا بشتغلها من غير عدد معين لو فيه غرزة زيادة او غرزة نقصة في الاخر اه طبعا لان البرتوفيه ده هيكون الغرزة بتاعته هتكون غرزة وغرزة فممكن يكون يجي في الاخر غرزتين شبه بعض ورا بعض على طول احنا ان شاء الله هنزبطهم مع بعض وممكن العدد يزبط على طول ما فيش مشكلة ان هو غرزة وغرزة يعني انا قصدي اشتغلي العدد اللي يريحك انا اشتغلت الطول ده هاخد سلسلة ارتفاع وهاجي في السلسلة التانية وهاشتغل غرزة حجو وهاشتغل على كل سلسلة هتقابلني هاشتغل عليها غرزة حجو بصوا انا شغالة فين انا شغالة في الحلقة او حرف الفيئة اهو انا باجي على الحلقة اللي ورا دي اهي وباشتغل فيها حجو تمام انا هكمل شغل لحد اخر السلسلة لحد ما وصل لاخر غرزة وهرجع لكم علشان نعمل اول تزايد في قعدة البرتوفيه مع بعض كده انا اشتغلت على السلسلة كلها بغرزة الحشو ووصلت لاخر غرزة اشتغلت فيها غرزة واحدة يعني انا اخر غرزة اشتغلت فيها غرزة خلاص الغرزة اللي هي بتاعتها هاجي جنب الغرزة دي وفي نفس المكان هاشتغل اتنين كمان عشان يبقى مجموع الغرز في المكان ده اهو تلت غرز في نفس المكان الغرزة الاساسية وغرزتين كمان عليها اهو شايفين بدأت النهية تلف بالشكل اللي انتم شايفينه ده كمان بعد كده انا معايا خيط البداية اهو هاخده تحت الغرز زي ما احنا متعودين عشان ما نرجعش النظف بعد كده همسكه بسبوعي كده اهو شايفين وهاجي على الحلقة التانية من الجنب التاني من السلسلة يعني انا اشتغلت كده هرجع تاني على السلسلة من الجنب التاني وهاجي على اول حلقة هتقابلني اهي الحلقات دي وهاشتغل حشو خلاص اهي الحلقات البرزة دي هايبصوا كل حلقة اهي دي ودي تحت الحلقات دي شايفين طب اهو كل حلقة ومعايا طبعا زي ما انتم شايفين الخيط في ايدي اهو بداري وانا شغلها تحت الغرز اهو كده اهو بصوا الجنب ده بدأ ياخد شكل الدوران تمام تشديه كمان هيزبط معاكي هكمل برضو لحد اخر السطر او اللي هشتغل لحد اخر السلسلة من الجنب التاني المنظر بقى كده هشتغل لحد اخر السلسلة من الجنب التاني وهرجع لكم علشان نعمل تاني تزايد في الجنب ده اي ما انتم شايفين انا اشتغلت على الجنب التاني من السلسلة المنظر بقى معايا كده او ااخد شكل الدوران من هنا فلازم نفس الشكل يكون في الجنب التاني وعشان يبقى الجزء ده ااخد نفس الدوران ده لازم نشتغل نفس التزايد اللي اشتغلناه في الجنب ده طبعا اواريكم ظهر القطع اللي انا اشتغلتها او السطرين اللي انا اشتغلتهم بصوا نضيف. انا اخدت الخيط بتاع البداية معي وانا ماشية. وصدار نضيف. وما دارتش اي حاجة بابرة ولا حاجة. انا اشتغلت عليه على طول مباشرة. ملوش اي اثر اهو. اهم حاجة في الشغل بتاعك النظافة بتاعته وما يكونش في خيوط كتير من جوة. على قد ما تقدري يعني. خلاص دي اخر غرزة في الجنب التاني من السلسلة. هاجي فيها اشتغل الغرزة الاساسية بتاعتي. اهو. تمام. وجنب الغرزة الاساسية دي هشتغل غرزتين كمان. عشان يكون مجموع الغرز في الجنب ده تلاتة زي الجنب التاني. ادي تالت غرزة. طيب. الشغل ده احنا هنشتغله شغل حلزوني. حلزوني يعني شغل متصل من غير ما في الكل سطر بافلة منفصلة. علشان طبعا الافلة ما تكونش باينة معايا. فانا هشتغل حلزوني. خلاص دي اخر غرزة اللي هي تالت غرزة في التزايد. اللي هي اخر غرزة في السطر ده. طيب المفروض ان دي اول غرزة في السطر اللي قبله. وانا هقفل فيها بمنزلقة. لأ انا مش هقفل. انا هاجي بدل ما قفل. هدخل في الغرزة تحت الحلقتين عادي. بصوا انا دخلت فين. بصوا دي بداية السطر الجديد. المفروض ان انا اقفل في الغرزة دي. لأ انا مش هقفل فيها. انا هدخل فيها. وهشتغل حشوة عادي جدا كأني مكملة من غير مقفل السطر. تمام? المنزر بقى كده. طيب هنا لو انت هتتلخبطي او انت لسه مبتدئة طبعا لازم تغيق اه تعلمي الغرز دي. علشان لو تاهت منك ما تتلخبطيش وتبقي عارفة دايما بداية كل سطر. نحط الدبوس ده كده. ممكن تعلميها بفتلة. ممكن تعلميها ببنسة. آآ ممكن تعلميها باي حاجة. مو من انت تبقي عارفة الغرزة دي. ان هي دي بداية كل سطر. تمام? بعد كده احنا هنشتغل السطر كمان. آآ حشو فوق سطر الحشو اللي احنا اشتغلناه ده. والسطر اللي جاي ده انا هشتغله من غير تزايد. طيب لو انا حابة ان انا اكبر القاعدة بتاعت البرتوفيه شوية. وحابة ان انا اخليها عريضة شوية. من غير مبدأ ان انا اطلع بالجناب بتاعت البرتوفيه على طول. هتشتغلي فوق كل غرزة. غرزة زيها. معايدة التلات غرز اللي احنا عملناهم تزايد في الجناب. هتيجي فوق كل غرزة من التلاتة دول بس. هتشتغلي غرزتين. عشان يكون مجموع الغرز في الدوران ده ستة. وبقيت الغرز نفس العدد بالضبط فوق كل غرزة. غرزة زيها. القاعدة هتفضل مفروضة معاك قبل ما تطلعي بالجناب. انا خلاص اكتفيت بالقاعدة كده. انا مش هكبرها عن كده. انا هشتغل. السطر ده بس بتزايد اللي انا اشتغلته ده. السطر اللي جاي هشتغل فوق كل غرزة. غرزة واحدة بس زيها. اهو. حتى التلات غرز التزايد اللي انا اشتغلتهم هيكون برضو فوق كل غرزة. غرزة زيها. اهو بدخل تحت الحلقتين. بصوا. علشان اول ما ببدأ ان انا اشتغل من غير تزايد. آآ الحرف بتاع البرتوفيه بيلم الفوق وبيبدأ شكل البرتوفيه او الجناب بتاعته تتكون. تمام? انا هكمل السطر ده كله. هشتغل على السطر ده. كل غرزة فوقها غرزة وهاجي في الدوران برضو نفس العدد كل غرزة فوقها غرزة واحدة بس. وهرجع تاني اشتغل على الجنب التاني مس سلسلة. يعني هشتغل دوران. لحد ما وصل للعلامة اللي انا حطاها اللي هي بداية السطر الجديد. هكمل السطر ده كله دوران. وهرجع لكم علشان نبدأ الغرزة بتاعتنا سوا. تمام? كده السطر التاني خلص زي ما انتم شايفين? طبعا حرف البرتفيب بدأ يلم. اهو بصوا. بقى عامل ازاي? اهو. بدأ السطر ده يرفع لفوق. خلاص دي اخر غرزة وصلت للعلامة اللي انا حطاها اللي هي بداية السطر الجديد. خلاص كده انا عملت سطرين حشوة عادي. السطر اللي جاي هيكون هو الغرزة بتاعتي. او الغرزة اهيه. هشتغلها. المفروض ان انا بشتغل تحت الحلقتين هنا. تحت الحلقة دي والحلقة دي. بصوا انا دخلت فين? ده الطبيعي لو انا بشتغل غرزة الحشوة. لأ انا بشتغلها عميقة. يعني لازم اجيبها من تحت شوية. اهيه. الغرزة. الحلقتين بتوحقهم. والغرزة نفسها. اهي. دي. تمام? انا هنزل تحتيها بالزبط. شايفين? الحتة اللي تحت الغرزة دي. اللي عند صابعي دي. اهي. بصوا. لازم انزل تحتها علشان اجيب الغرزة من تحت. واسحب الخيط. واطولها شوية مرتاح كده. ما شدش قوي علشان الشدة دي بتبوز منظر الغرزة. فهطول الخيط بالشكل ده. وهاخدها حشوة عادية. اهو. تمام كده? غرزة حشوة عادية بس طويلة شوية. طيب خلاص الغرزة اهيه. وخلي بالك عشان ما تتلخبطيش. بصوا الحلقتين بتوع الغرزة اللي انا سحب الغرزة عليهم بينين. انت ممكن تتلخبطي وتقوم شغالة فيهم. فيبقى كده انت عملتي غرزة زيادة. لأ خلي بالك انت جايب الغرزة من تحت هو. بس عشان انا في الدوران بتاع البرتوفيه ولسه في البداية. فالغرزة جايب جنب شوية. لكن انت بعد كده لما تطلعي بقيت الغرز هتلاقيها ماشية فوق بعض بالزبط. تمام? فاحنا نخلي بالنا. ونشوف بنجيب الغرزة مكانها فين بالزبط. الغرزة اللي بعديها. مش النصها باين دي. لان دي اللي انا سحبها فوقيها دي. اهي. هاجي على اللي بعدها. هي حشوة عادية. هعمل فوقيها. حشوة عادية برضو مش من تحت. بس هاجي في الحلقتين اهم. هدخل في الحلقة اللي وراء اللي هي دي. الحلقة اللي وراء دي. يعني هسيب دي. وهدخل في اللي وراء دي. شايفين? المفروض ان الحشو العادية تحت الحلقتين. لأ. انا هدخل تحت الحلقة الخلفية. اهو. وهاخد حشو عادية. تمام? يبقى انا عملت حشو عميقة. يعني جبتها من تحت الغرزة. والغرزة اللي بعديها جبتها حشو عادية. بس اشتغلتها في الحلقة الخلفية. هيجي على الغرزة اللي بعديها. اهو. حرف الفي بتاعها اهو. هاخدها عميقة. يعني زي ما احنا اتفقنا عميقة. يعني من تحت الغرزة. بسيب حرف الفي وبنزل على الغرزة اللي بعدها. اهي. وبنزل في الفراغ اللي بعدها اللي تحتيها بالزبط ده. اهو. وبسحب الغرزة وبطولها بالشكل ده. لحد ما توصل للمستوى اللي انا شغالة فيه. وباخدها حشو عادي. اهو. نزبط كده. اهو. شايفين? اه. اللي بعدها بقى هاجي على الغرزة اللي بعدها هاخدها حشو في الحلقة الخلفية. اهو. الحلقتين هشتغل في الحلقة اللي ورا دي. تمام? اللي بعدها هاخدها عميقة يعني هنزل من تحت الغرزة. اهو هنزل من تحت الغرزة. الغرزة هيه هنزل من تحتها كده. وهسحبها طويلة. والحلقتين لو جون معاكي على بعد كده. انت ازبطيهم بايدك. ازبطيهم عن بعض. وشدي الغرزة بتاعتك علشان تطلع مزبوطة. قصد يشديها على المقاس اللي هي تكون في المستوى اللي انت شغالة فيه. اللي بعديها هشوف الحلقة الخلفية. ده معناه ان انا همشي غرزة وغرزة. غرزة هاخدها عميقة. يعني من تحت الغرزة الحشو نفسها من تحته خالص. والغرزة اللي بعديها هاخدها حشو عادية. بس هتكون في الحلقة الورا. الحلقة الخلفية. همشي غرزة وغرزة. طبعا احنا المفروض ان احنا نعلم اول غرزة. ما تنسوش النقطة دي مهمة جدا. علشان تعرفوا. بداية كل سطر. وخصوصا كمان لو انتو هتدخلوا الوان تانية. تبقوا عارفين الالوان التانية هتدخل امتى? فانهي غرزة بالزبط. انا هكمل السطر كله لحد العلامة اللي انا حطيتها. غرزة وغرزة. وهرجع لكم علشان نبدأ السطر الجديد مع بعض. كده السطر الاول خلص. اللي هو السطر الاول من الغرزة بتاعتنا. بعد سطرين الحشو. افكركم تاني ان احنا اشتغلنا سطرين حشو عاديين جدا. وبعدين بدأنا ان احنا نشتغل بغرزة الحشو العميقة. والغرزة اللي بعدها حشو عادية في الحلقة الخلفية. يعني انا اشتغلت غرزة وغرزة. المنظر بقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بصوا. بدأت تظهر وبقى شكلها كمان جميل. كل ما بتشتغلي السطر ورد تاني بتلاقي شكل الغرزة ظهر. وكمان لما بتدخلي الوان بتبقى شكلها كمان في منتهج جمال. خلاص دي اخر غرزة كانت حشوة عميقة. يبقى اللي بعدها. خلاص زي ما انا قلت لكم. انا بشتغل متصل. يعني بشتغل حلزوني. دي اول غرزة. هشيل العلامة. وبعدين هاجي. دي حشوة عميقة. واللي بعدها هي اللي كانت اول غرزة كانت حشوة عميقة برضو. فوق الحشوة العميقة هشتغل. آآ حشوة عادية في الحلقة الخلفية هبدل بقى. هبدأ ان انا بدل علشان شكل الغرزة يكون ظهر. والحشوة العادية اللي بعدها هتكون حشوة عميقة. هبدل فوق العميقة حشوة عادية وفوق العادية حشوة عميقة. طيب هنشوف ازاي دي حشوة عميقة اهو هاجي في الحلقة الخلفية بتاعت الحشوة العميقة دي. وهشتغل حشوة عادية خالص بس في الحلقة الخلفية اهو. وبعدين هاجي على اللي بعدها هيفكرنها كانت في الحلقة الخلفية فالحلقة برزة بالشكل اللي انتو شايفينه ده. هاجي تحتيها اللي هو فوق الحلقة دي. هوريكو. شايفين الخط ده. دي الحلقة الامامية اللي انا كنت سايبها واشتغلت في الخلفية. هاجي فوقيها بالضبط. والحلقة دي تفضل زي ما هي. هاجي فوقيها بالضبط. ودخل الابرة كده. واسحب الخيط. اهي. شايفين انا دخلت فين? اهي. خورها لكم اكتر. شايفين? هدخل هنا. تمام? اهو. هاجي هنا. هدخل تحت الغرزة خالص. اهو. وهسحب الخيط. وطوله كده عشان تكون عميقة. وهشتغلها عميقة. اهي. حشوة عادية بس عميقة. اللي بعديها هي عميقة. طويلة هي طبعا شكلها باين. وشكلها بيكون واضح قدامي. هتيجي في الحلقتين بتوحها هتدخلي في الحلقة اللي ورا. حشوة عادية. هيكل لها حشو بس غرزة طويلة وغرزة قصيرة. اللي بعديها كانت. اهي السطر اللي قابله كانت في الخلفية. هاجي فوق الخط ده. اهو. هاجي فوق الخط ده. وهدخل تحت الغرزة. اهو. بصوا. دخلت فين? هنا. حتة اللي فاضية دي. هدخل هنا. هوريها لكم من قريب. هدخل هنا. بصوا تحت الغرزة. اهي. وهسحب الخيط طويل. وهشتغلها عميقة. طبعا بعد ما بسحب الخيط بشده بسيط علشان يكون الغرزة مش مريحة قوي. طبعا زي ما انا قلت لكم هنعلم اول غرزة دايما علشان بعد كده. تاخدي الغرزة علميها على طول. اهي. دي اول غرزة. اللي هي كانت فوق العميقة دي احيان. تمام? هي تعلمي اول غرزة علشان تعرفي الجنب اللي انتي هتقفلي فيه السطر في اخر حاجة. او لو انتي حبيت توصلي هتكوني عارفة الجنب اللي هتوصلي منه. تمام? دي طويلة. هناخدها في الخلفية. اهي. بصوا دخلت فين? ودي عادية هناخدها عميقة من تحت الغرزة. اهي. بصوا. ودي كانت تاني اخر مرة دخلت فين? بصوا كده. تحت الغرزة خالص. اهي. بتسحبيها طويلة زي ما انتي عايزة. اهي. المهم بتاخديها مرتاحة. وبعد كده بتشد الخيط شوية. بتقصريها طول الغرز التانية تبقى طول. تمام? انا هكمل السطر ده. وهفضل ابدل فوق كل غرزة. هشتغل غرزة زيها. بس العميقة هشتغل فوقيها عادية في الحلقة الخلفية. والعادية هشتغل فوقيها عميقة وهكذا. لحد ما وصل للطول اللي انا عايزاه للبرتفيث. ولو انتي هتبديلي الالوان. هوريكي طبعا بتبديلي الالوان ازاي? انا هشتغل. في حدود ست سطور او سبع سطور. او الطول اللي انا عايزاه. وهرجعلك تاني عشان اقولك تبديلي الالوان ازاي? ورجعتلكو بعد ما اشتغلت سبع سطور انا كده اشتغلت سبع سطور من الغرزة شكلها طبعا بقى واضح جدا زي ما انتو شايفين الغرزة بقت واضحة وشكلها جميل خالص غرزة بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت بتدي شكل حلو قوي للبرتوفيه اللي انت شغالها فيه وكمان على فكرة عشان الغرز ماسكة فوق بعضيها طبعا غرزة فوق التانية العميقة دي بتشتغليها في يعني تحتيها غرزة كاملة حش فطبعا البرتوفيه بيكون ماسك نفسه جدا يعني بصي ماسك نفسه وفي انتهى الجمال يعني لو اشتغلتها كمان في شنطة ان شاء الله هنشتغلها في شنطة مع بعض وهوريكم التقفيل بتاعها هيكون ازاي قريب تمام العلامة بتاعتي اهي انا وصلت كده لنهاية السطر السابع تمام هبدأ ان انا ابدل الالوان انا هدخل اللون ده تمام طيب اللون ده البداية بتاعة الخيط انا كنت عاملالها عقدة صغيرة يعني ربطتها كده عارفين انتو العقدة لما تتربت كده اهو بصوا بقت ليها عقدة اهي علشان ما تفكش مني انا بعملها في اغلب وصلات الخيط بتاعتي وكمان هحط لكم لنك لطريق تواصل الخيط بطريقة ما تبنش برضو هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو ظاهر قدامكم في اعلى الشاشة لو انتو حابين تعرفوا انا برضو بوصل الخيط بالطريقة دي الطريقة اللي تريحك اوصلي بيها يا تعملي عقدة يا توصليه بالطريقة اللي هتشوفيها في الفيديو اللي انا هحط لك اللينك بتاعه تمام خلاص لما بتيجي تنقلي من غرزة للتانية خلاص دي اخر غرزة اهي وبعدها اول غرزة في السطر الجديد لما باجي اواصل الخيط اهو بدخل عشان انا بقى شغالة متصل فمش هقفل السطر واوصل انا هوصله من بداية غرزة جديدة وعايزة انبهك لحاجة تمان ان واصل الخيط في الغرزة دي اه حتى لو انت هتوصلي من اي مكان ما بيبنش نهائي 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 خالص الغرزة يمكن دي من اكتر الغرز اللي ما بيبنش فيها واصل الخيط من اي مكان حتى لو انت شبكتي غرزة في التانية ما بتبنش خالص ليه لان فيها غرزة فوق وغرزة تحت زي ما انت شايفها فما بيبنش طبعا انت وصلت الخيط من انهي منطقة خلاص انا هاخد الغرزة لحد نصها يعني الحش وهاخد منها حلقتين اتنين بس مش مش هسحب اهو. يعني انا يعني انا دي اخر غرزة اهي. دخلت الابرة كده وسحبت الخيط بس. مجرد ان انا سحبت الخيط بس ما سحبتش منه الخيط التاني. هاركن الخيط ده على جنب كده. بتاعي ده. الاساسي. اللون الاساسي هاركنه على جنب. وهجيب. مش هفصله لان انا لسه هعمل بيه آآ سطر الحشو اللي هيكون فوق. لو انتي مش هتشتغل بيه تاني. سوري سطر المنزلقة اللي هو اخر حاجة. لو انتي مش هتشتغل بيه تاني ممكن تفصلي على مسافة وتخديه تحت الغرز وانتي شغالها. لكن انا لسه هعمل بيه حاجة فانا سيباها لسه متصل بالبكرة بتاعته. العقدة اهي. تمام? هاخدها على الابرة وهسحبها. بصوا من الحلقتين كده. واشد الخير لحد ما العقدة تترس اهو. غرزة عادية خالص بس العقدة دي مسكت في في الحلقتين فمش هتفك منه. تمام? هشيل بس العلامة دي وهرجحها تاني بعد ما خلص. ممكن على فكرة ما رجحاش مجرد ان انت وصلت الخيط ممكن تعرفي انت وصلة من انه مكان. تمام? وهكمل بقى بنفس الطريقة اللي انا كنت شغالة بها. انا الاخر حاجة كانت كانت حشوة عادية. صوري معلش انا عملتها حشوة عادية انا اخدها في الحلقة الخلفية. اهي اعملها لكو تاني. اهي في الحلقة الخلفية. هاخد نص الغرزة. اركض الخيط ده على جنب. وهجيب الخيط الجديد. وهسحب العقدة كده. اهو. وشد الخيط. اهو. تمام كده. تمام. اهو سندها كده على على معمل اول غرزة بس. بعد كده اللي بعديها هتكون عميقة هشتغلها بنفس الطريقة كاني مكملة بنفس الخيط. هجيبها من تحت الغرزة كده. واكمل عادي جدا بنفس الطريقة اللي انا كنت شغالة بيها من البداية. لو غرزة عميقة اللي بعديها حشو في الحلقة الخلفية عادية. اهي عميقة. اهو. اللي بعديها في الحلقة الخلفية. وبعدين عميقة. واللي بعديها في الحلقة الخلفية. وهكزا. بالشكل اللي انت شايف هذا. بدأت ان انا دخل اللون الجديد. وهو وصله. مش باين طريقة الواصلة. وهو رالك في الاخر كمان. وفي نفس الوقت الحقدة اللي انا عاملها دي. ما فيش اي وصلات خيوط من جوة لأي حاجة. شكل البرتوفيه من جوة زي ما انت شايفة كده. هكمل. انا اشتغلت سبع سطور. وسطرين الحشو اللي تحت. هكمل الجزء البيش ده. هكمله اه لحد الطول اللي انا محتاجاه. وبعد كده هرجع لكم عشان اواريكم الشكل وصل لايه. وعلشان كمان نعمل سطر المنزلقة مع بعض. ما انتو شايفين البرتوفيه وصل معايا للطول اللي انتو شايفينه ده. انا اشتغلت في الاول سطرين حشوة عاديين. واشتغلت سبعة من لون. واشتغلت كمان اربعة من لون تاني. يعني اشتغلت احداشر سطر غير السطرين اللي هما الحشو اللي في الاول. اواريكم بس اخر خطوة هنعملها مع بعض. اهو. دي اخر غرزة انا هشتغلها. وزي ما انتو عارفين انا سيب الخيط ده. اهو اللي انا كنت اه اللي هو الخيط اللي تحت اللون الاساسي. انا سيبته ما فصلتوش. وكمان اللون اللي انا شغال به معايا اهو. طيب احنا الوقتي هنشتغل غرزة اه منزلقة حوالين الحرف التاع البرتوفيه. انت ممكن تسيبيه كده على فكرة ما فيش اي مشكلة. ولو انت ما كنتش هتعملي المنزلقة باللون ده. ممكن تفصليه وتمشي به تحت الغرز. لكن انا هبدل وهارجع تاني للون الاساسي وهشتغل منه الغرزة المنزلقة الا على الحرف. الغرزة دي مهمة جدا بتمسك الحرف بتاع البرتوفيه وبتخليه ماسك نفسه كده لما بتيجي تركبي البطانة والسوستة وبتديله كمان شكل جمالي حلو. تمام? دي اخر غرزة. اهي. انا هشتغلها دي. دي كانت حشو عميقة. هشتغل دي حشو الحلقة الخلفية. هاخد الحلقتين بس منها. وهاركن الخيط اللي انا شغلها بيه على جنب وهارجع للخيط الاساسي تاني اللي انا كنت واصله. اللي هو الخيط اللي تحت اهو. هسحبه كده مجرد ان انا كنت آآ سحباه من تحت بس. انا ما وصلتوش تاني هو موصول من جوه. اهو. جنب العقدة. بصوا العقدة اللي انا عملتها. اهي. وسحبت الخيط اهو انا كنت سايباه. اهو هسحبه من جوه كده من تحت. وهشتغل بيه. هبدأ بيه آآ سطر المنزلقة. اسحبه جوه الحلقتين كده. نشد الخيط. طبعا هننضف كل ده بابرة التنظيف. عايز اقول لكم كمان ان تنظيف الخيط ده بابرة التنظيف سهل جدا. ما فيهوش اي مشكلة. خلاص الدبوس ده ما بقاش ليه اي آآ لازمة معنا. خلاص احنا هنركنه على جنب. انا معايا الخيط الجديد. هبدأ ان انا اخد غرز منزلقة على كل الغرز بتاعت البرتوفيه. او الخيط اللون التاني معايا هدخل في اول غرزة هتقابلني وهاخد غرزة منزلقة. تمام? وشد ده كده. او خلاص. واللي بعديها منزلقة. كل غرزة هتقابلني هياخد فوقيها منزلقة. دخل تحت الحلقتين كده. اهو هطلع بالخيط وهسحبه جوه الحلقة اللي على الابرة. اهو. تمام? هكمل لحد السطر كله وارجع للبداية تاني وارجع لكم علشان نقفله مع بعض. انا كده اشتغلت آآ سطر منزلقة حوالين الحرف كله. الشكل زي ما انتم شايفين وصل لكده. او الحرف بقى عريض. هبصوا. ده شكل الغرزة من قريض. وده الحرف اللي انا اشتغلته بالمنزلقة. حلو جدا وبيدي منظر جمالي وبيكون ماسك الحرف لما بتيجي تركيب السوستة البرتوفيه بيكون ماسك نفسه. اهم حاجة وانتي بتشتغل غرزة المنزلقة ما تشديش اديك قوي عشان ما تلاقيش البرتوفيه. لم من هنا وبقى طالع على آآ على اديا ويبقى شكله مش حلو. بصي هو هنا طالع ازاي? متساوي. انا مريح ايدي شوية في الغرزة بس مش قوي طبعا. بس خلي غرزتك دايما تكون مزبوطة. كل الغرز تكون مقاس واحد وما تكونش كمان مجدودة ولا مريحة قوي. دي اخر غرزة. اهي. تمام? بيتبقى غرزة واحدة بس مش هشتغل فيها. اهو المنزل بقى كده بسيب الغرزة اللي في النص دي لان انا لسه وانا بقفل اخدها كاني بقفل. تمام? جيب بس الولاعة. عايز تسيب النار عليه شوية. خلي بالك ان هو ما بينشفش بسرعة. يعني ما تمسكيش بسرعة فبيبسخنا قوي. آآ يلسعك. تمام? بصوا. اهو المنزل كده. انهم خلص نشفت كده. هسحب الخيط اهي. ده الخيط اللي جوه اللي انا وصلته من الخيط القديم. اللي هو اخر حاجة. وده اللي انا شغلا بي غرزة منزلقة هسحبه كده. اهو. شايفين? السحب معايا لبره اهو. هجيب بقى قبرة التنظيف. البلاستيك بتاعتي. عشان تكون واسعة من هنا. وتستوعب الخيط اللي انا هنظفه. تمام? وكأني زي ما انا بقفل غرزة الكليم بالزبط. احنا كنا عملناها في كزا فيديو قبل كده. بنفس الطريقة هقفل اخر غرزة في المنزلقة هنا. هدخل تحت الحلقتين الغرزة اللي بعديها. هدخل تحت الحلقتين هنا شايفين? وهسحب الخيط. اهو وهشد الغرزة بتاعتي. اسويها بالغرز كده. اهو. وهرجع تاني. هرجع تاني الغرزة اللي قابليها. هدخل في النص. في نص الغرزة. شايفين انا بدخل فين? في نص الغرزة. وهعديها لجوه البرتوفير. اهو. نص الشكل. بقت قريبة منهم جدا. ومش باين ان انا مقفلة ولا اي حاجة. هاجي بقى من جوه. وهمشي الخيط ده. عايزة تلسعيه برضو في الاخر وتسبتيه في البتاع. بس بعد برضو ما تمشي اه كزا غرزة كده لان اه عشان ما يسحبش منك بعد كده. اهو. مشي بقى كتير. ماشي. انا بعملكو بس بسرعة عشان تشوفوا طريقة تنضيف. دي دي اللي قبلها. الخيط التاني. برضو هتمشي كتير. وتنزلي وتروحي وترجعي كزا مرة. بحيس ان الخيط ما يسحبش منك. تمام كده? اهو. بصوا البرتوفير من جوه. بعد ما نفصل القيوط دي. يكون ده شكل البرتوفير من جوه. بصوا نضيف جدا ازاي? ما فيهوش اي خيوط ولا اي حاجة. بالعكس الظهر بتاعه زي الوش بالزبط ما فيهوش اي مشكلة. وهنفصل الخيط ده من هنا. مش هيكون فيه اي وصلات ولا اي حاجة. مجرد العقدة الصغيرة اللي احنا عاملينها دي. عشان نسبت بيها الخير. ممكن تسبتيه بالطريقة التانية زي ما انا قلتلك. انا هقفل البرتوفير وهرجعلكو تاني. علشان اوريكو الشكل النهائي ليه بيكون عامل ازاي بعد تركيب البطانة والسوسطة. وده الشكل النهائي للبرتوفير بعد ما ركبت له السوسطة. انا ركبت السوسطة. السوسطة عادية. اهو. تمام. اهي. وركبت له كمان البطانة اللي انتو شايفينها دي. البطانة دي بطانة آآ جوخ. هقولكو طبعا آآ هسيب لكو في الجروب اللي انا جايبة منه الخيط هو نفس الجروب اللي انا جايبة منه البطانة. تمام? بصوا. بتكون حلوة جدا ومفروضة. تمام? وعملت له الجيب الصغير ده. مش عارفة هو باين ولا لأ? اهو. بصوا. اهي. وخيطت كمان البطانة فوق السوسطة. ان شاء الله هيكون لنا فيديو منفصل لطريق التركيب البطانة والسوسطة بالطريقة دي. هو عمل الجيب الصغير ده. اهو. تمام? اهو ده الشكل النهية بتاعه. السوسطة من برق اهي. تمام? وكمان اشتغلت منه اكتر من شكل ولون. اهو عملت ده نفس اللون بس آآ آآ تقسيمة الالوان مختلفة او توزعت اللون التاني مختلفة. وكمان عملت منه اللون ده. بس طبعا لسه ما قفلتش الحاجات دي. زي ما انتم شايفين. اهو. نضيف من جوه ما فوش اي مشاكل خالص. خيط جميل جدا جدا في الشغل. وعملت كمان اللون ده. وعملت اللون الزيتي ده. تمام? عملت الخمس برتوفيهات دول بنفس الغرزة. بس طبعا تقسيمة كل اللون او توزيع كل لون بيكون مختلفة بيدي شكل مختلف للبرتوفيه. شكلها من قريب اهي. تمام? اهو. وده اللي انا اشتغلته معاكم. تمام? اتمنى ان شاء الله ان البرتوفيه يكون عجبكم وان انتم تنفزوه بسهولة. هستنى رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك. ولو لسه بتشوفوني لاول مرة وما عملتوش اشتراك دوسوا على كلمة اشتراك او سابسكرايب الموجودة تحت الفيديو. وكمان فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.